يا سادة احنا دايماً لما بنيجي نتكلم بشكل واضح على مسألة العجز والكسل لازم نتكلم على مسألة ان احنا في الحقيقة محتاجين ان احنا نستمر في الفهم الصحيح للحياة ليس الكسل جزء من مفاهيم الحياة الكسل ده مفاهوم جاي عشان يوقف الحياة ويعترضها فمحدش يفهم ان جزء من حقوقي ان انا اكسل بقى الكلام ده اتكلام النفس الامارة بالسوق الكسل مش حق الكسل مصيبة الكسل لو تمكن من انسان عايب عجز فيتحول الى مرض قلب فالعجز والكسل ده الكسل ده بيوصلنا الى هذا العجز وهو عجز القلوب وعجز الفكر ولذلك احنا اذا استمرنا في الكسل وابتدينا نبرره لنفسنا هتبقى حياتنا في غاية الكد وفي غاية التعب ولذلك لو سمحتوا بلاش نصدق اكاذيب النفس كذوبة ان الكسل ده حق من حقوقنا وانتوا هتتكلبوا علينا احنا ما صدقنا ما صدقنا نجد وقت الواحد فيه يكسل كده ويصحى متأخر يا سلام اسأل الواحد انت امنيتك امنيتي مرة بس اصحى متأخر تصحى متأخر يعني عشان يفوتك الخير الكتير اللي بيقى في البكور فده مش من حق ولا حاجة ده والعزب الله مكذوبة من اكاذيب النفس